رمضان ودخول رمضان وطبعاً الدكتورة نادي عمارة يعني قلوب عامرة وقلوب مطمئنة كده وطريقة في الأداء وفي إيصال المعلومة الدينية متفردة جداً ما شاء الله الحمد لله اللهم أمين لكن أكيد في رمضان الطبيعة بتختلف أو بيبقى في تركيز على حاجات معينة نعم ممكن حضرت تكلمين بقى عن رمضان السنة دي مع الدكتورة نادي عمارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين كل عام حضرتك بخير كل عام وسادة المشاهدين الكرام بكل خير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من الموفقين والموفقات في هذا الشهر المبارك وأن نكون من الرابحين الفائزين اللهم أمين بما أن شهر القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمع يعني إطلالة هذا الشهر المبارك بتبقى فيه نوع من الزيادة فيه فقرات برنامج قلوب عامرة وبيبقى فيه تغيير فيه خلال هذا الشهر المبارك فيه فقراتنا في البرنامج طول العام إحنا بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم وبناخد أسئلة المشاهدين على الهوى وبنرد عليها قدر الطاقة في ذات الحلقة أو في أقرب حلقة بحسب أنواع الأسئلة ربما بعض الأسئلة تحتاج إلى بحث ومراجعة ويوم الأربع مخصصينه لي الرد على أسئلة السادة المشاهدين اللي بتفد على الصفحة بتاعتنا الصفحة الرسمية للبرنامج وبنعرض الكتاب يوم الأربع من كل أسبوع بنيجي في شهر رمضان المبارك هو ده الموسم الجديد كل عام للكتاب فبيبقى عندنا الكتاب يومي بيعرض في منتصف الحلقة وبداية الحلقة بيبقى موضوع من الموضوعات برضو في القرآن الكريم في عنوان إحنا مسبتينه كل عام ولكن بيتغير تحته المضمون اللي إحنا حنتناوله في البرنامج في شهر رمضان المبارك جواهر المعاني في النص القرآني فبناخد كل سنة من هذه الجواهر بعض هذه الجواهر وكلها جواهر لا تنضب ولا تفنى أبدا ودائما إحنا بنبحث وبنحاول يعني نخدم هذا النص الشريف قدر إطاقتنا البشرية ونرجو من الله سبحانه وتعالى القبول هذا العام إن شاء الله حيكون الجواهر خاصة بالدعاء وآيات الدعاء في القرآن الكريم وحناخد برضو في الحلقة أسئلة المشاهدين وقدر الطاقة نحاول نجاوب على أغلبها في ذات الحلقة ترجمة نانسي قنقر